كما التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواعي دروس الزبيدي السفير الدكتور علي بن سفاع سفير بلادنا لدى دولة الكويت واطلع الزبيدي من السفير بن سفاع عن سير العمل في سفارة بلادنا في دولة الكويت الشقيقة وجهودها لخدمة أبناء الجالية وتسهيل معاملاتهم القنصلية كما استمع إلى شرح عن الجهود التي تبدلها السفارة في عملية التنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية والجمعية الكويتية الناشطة في المجالين الإغاثي والإنساني لدعم المشاريع التنموية في بلادنا خاصة مشاريع الكهرباء والتعليم والصحة وفي لقاء منفصل استمع لواء الزبيدي من المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس وائل ترموم استمع إلى شرح وافٍ عن ما أنجزته المؤسسة من برامج وخطط لتطوير قطاع الاتصالات وتحسين خدماتها والخطوات التي أنجزت بخصوص نقل منظومة الاتصالات من صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى العاصمة عدن لمنع الميليشيات الحوثية من التحكم بهذا القطاع الاقتصادي والإداري المهم ترجمة نانسي قنقر